اهلا بيكو عزيزي طالب طالبات التعنيم الفني في حلقة جديدة من برامج التعنيم الفني وساعة جديدة من الساعة بتاعتنا وساعتنا معارضة مخصصة لطلب الدبلوم الصناعي تخصص نسيج طبعا احنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا ان الصف التالت عندي او دبلوم النسيج المواد بتاعته مشتركة مع النظام الخمس سنين فبالتالي الصف التالت نظام خمس سنين بياخد نفس المنهج بياخد اه كل المواد الدراسية الموجودة في نظام الدبلوم بس الفرق ما بينه وبين نظام الدبلوم ان هو عنده امتحان في نص السنة او عنده تيرم نسبة للدبلوم امتحاني بمتحنه في نهاية العمل بأسفاب التالي احنا كده بنخدم النوعين اللي عندنا من التعليم نظام الخمسة ونظام التالتة بس الاتنين فيهم الصف التالي مددت النهاردة هتكون مخصصة لطلبة هي مادة الرسم الفني طبعا الرسم الفني تعتبر من المواد الاساسية في جميع التخصصات لان انا برسم فيها الرسومات الخاصة بالتخصص بتاعي او الشعبة بتاعتي والتالي انا بعمل تصميم فيها هي مادة التصميم التخصصي لما اجي عند التخصص نسيج انا بدور على الرسومات اللي بتشتغل معايا وبطبق بيها او بنتج بيها اقمشة على الطبيعة للمكينات بتاعتي لو جينا نتكلم بقى عن الشكل الرسومات دي او اللي انا بعمله ده ببان في ايه تعالوا نقول انا اول حاجة عندي اقمشت الفرش اقمشت الفرش عليه نقشات نقشات بتبقى جميلة بتبقى محفورة في قلب القمشة نفسها النقشات دي عشان تتعامل بالشكل اللي انت بتشوف على سطح الوامشة دي لازم تكون متصممة الاول بطريقة معينة ده اللي احنا هنتعلمه في الرسم الفني في سنة اولى واحنا بندرس الرسم الفني كان عندنا شوية عمليات هندسية وبعد كده نقلنا على الجزء اللي فيه الرسم الزخارف وشوفنا الزخارف الهندسية والزخارف الطبيعية وتعلمنا ازاي نرسمها وتعلمنا التجبير وتعلمنا كل حاجة وسيكون لسم على الورق الابيض بالألم الرصاص لما طلعنا سنة تانية اشتغلنا على حاجة مهمة جدا اشتغلنا بالالوان وعرفنا الالوان وتقسمها وطرق خلطها ودلالتها كلام ده كان في الرسم الفني ولقينا نفسنا بنتعلمه في مادة قصص كمان مرة لما نوصل لسنة تالتة هلقى عندي مادة القصص موجودة برضو وعندي مادة رسم الفني القصص بتعلم فيها التلوين وبختار فيها رسمات والتصميمات المناسبة اما في الرسم الفني بنفذ التصميمات اللي انا ممكن اكون ابتكرتها عن طريق معرفتي وعلمي بمادة قصص تصميم وبالتالي ببدأ ان انا احطها في شكل تصميم عندي على الورق وببدأ بعد كده امشي الخطوات الخاصة بتنفيذ التصميم بتاعي على القماش طيب مادة رسم الفني مش مادة لوحدها لقدم حواليها كمان مجموعة من المواد التخصصية كلهم بيخدموا بعض لازم يكون عندي عملية ربط ما بين اللي انا بقى اشتغله في الرسم الفني وبين اللي هيكون عندي في بقية المواد التخصصية طيب ازاي اربط رسم الفني بقية المواد التخصص انا عندي الالات فبالتالي محتاج الى ان نفذ عليها المنتج بتاعي او المماشة بتاعتي فبالتالي لازم يكون عندي معرفة بالالات اللي هتنفع تنفذ التصميم بتاعي دي جزئية لما اجي عند مادة التخطيط لازم يكون عندي معرفة او حساب او يعني عندي الكميات اللي انا هشتغل بيها عشان اقدر اطلع منتج معين بموصفات معينة فبالتالي هستخدم مادة التخطيط عشان اعمل التحبيسات الخاصة اللي بوجودة داخل التصميم بتاعي بعد نقله على برقى مربعات وتكبيره يبقى انا كده بتكلم عن تركيب المنسوجات وبعضه في بعض الاحيان هاي اللي عندنا وجزء الاولاني من شغلين النهاردة هكون بيتكلم عن لوحات الدوبي فلوحات الدوبي هتشتغل او هيبقى الاساس فيها عمليات اللاقي اللاقي ورباط الدوس ده موجودين عندي في مادة التركيب فبالتالي اسهل طريقة عشان اتعامل مع المادة دي وكون فاهمي عن ايه كاملة بمادة تركيب ناس جاي روطنا كل الكلام بده ببعضه هنلقى في عندنا الفحص والتحليل فهي الفحص والتحليل بيجيب قماشة سليمة بيرجع بيجيب بيجيب بياناتها اما انا هنا عندي البيانات وبكمل التصميم وبطلع في النهية قماشية الاتنين اه مقابلين لبعض او بيمشوا عكس بعض في الاتجاه لكن الاتنين مرتبطين بجميع المواد المنهجية اللي عندنا او المواد التخاصية اللي موجودة عندي في قلم التخاص بتاعي طب تعالي بقى على الشكل ده انا رسمت التصميم انا بعمل بعمل تصميم في الاساس ليه؟ يعني انا اللي خليني اروح اعمل تصميم وانعمل قماشة لونها سادة وانزلها السوق وابيعها فيش اي مشكلة عندي لكن انا ليه بقى بدور ان انا اعمل تصميم وحط الوان وحط اشكال وحط رسومات اولا زوج الزيبون بتاعي او العميل بتاعي او المستخدم يستخدم المواد 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 الم من القماش المسبوغة. نمرة واحد الالوان. الالوان بتبهت اكتر لو كانت القماشة مسبوغة او مطبوعة. في الحالتين هي فيه الوان تم وضعها على سطح القماش. فبالتالي هي عرضة للاحتكاك عرضة للازالة في اي لحظة. عرضة لضوء الشمس بالكامل. فبالتالي تأسير ازالة الالوان او تأسر الالوان الموجودة على سطح القماش في الاقماشة المطبوعة والمسبوغة بيكون اعلى. اما الاقماشة اللي تركبها النسجي تم او تم اه تنفذها عن طريق خيوط ولحمات ملونة بتبقى اه فقدها للالوان بيكون ضعيف يعني ممكن تعيش معاك الالوان شوية اطول من لو كنت جاب نفس القماشة وعليها نفس الالوان بس مسبوغة او مطبوعة. يبقى اللي اصلها الوان اصل الفيتالها متلون بيتعيش معايا كالوان. غير التاني. في ميزة تانية خلط الالوان بقى. لما اجي عامل مسلا السيدة لونه احمر مع اه لحمة لونها ايه? اصفر. التقاطع ده واسناء عملية وضع التركيب النسجي في المكان ده واحنا اخدنا الكلام ده في الرسم الفني في السنة اولى ان او سنة تانية كمان ممكن بالاكتر. تقاطع الالوان مع بعض الاحمر مع الاصفر هينتج لي قماشة في المنطقة دي بلون جديد خالص هيكون ميال اللون البرتقاني. معينة ما تمش المسج بين اللونين? لا بالعكس ده واحصل تقاطعات بين الالوان. اللي هيميز بقى اللون بتاعها هل هو متعادل? هل هو الاحمر زيادة? هل هو الاصفر زيادة? هو كمية تعاشق اللحمات مع الخيوط. ازا جان الاحمر كان لون السيدة والاصفر لون اللحمة. فلو السيدة شغال مسلا مبرد تلاتة على واحد. الناتج بتاعي. الناتج بتاعي اللون اللي هيزهر برطقاني محمر. لان الاحمر طاغي على الاصفر. كل تلاتة احمر بيزهر واحد اصفر. فبالتالي البرتقاني الناتج هيكون برطقاني محمر. يعني في خلط يا هولي الالوان على سطح الاماشة. طب لو العكس. كان العكس ان التلاتة اللي بيبانوا اساسا من اللحمة. واللحمة كان لونها اصفر. فبالتالي قد بص تلاقي ان اللون بتاعي البرتقاني اللي هينتج عن تقاطع الخيوط الحمرة مع اللحمات الصفرة هيبقى برطقاني مسفر. انا كده بروح ناحية الالوان. بروح ناحية الزوء العام للاشخاص اللي هي بتستخدم القماش بتاعي بعد ما هقوم بنزجه. عشان كده لما احنا بروح عند اه محلات اللي بتبيع القماش. او حتى الاماكن اللي بتبيع الملابس. بتلقى قماشة بتعجبني. واحدة تانية بتعجبنيش. النقشة اللي عليها مش عجباني. الوانها مش مش ماشية معايا. لكن ممكن حد تاني تعجبه القماشة دي. فبالتالي انا بشتغل او بطلع تصمات. تمفع لكل الازواء. امتى تقول القماشة نجحة? امتى تقول ان القماشة دي فشلت في السوق? ازا كان في النجاح في حالة النجاح ازا كان في اقبال على اللون ده او النوع ده من القماشة. طب اللي بيحصل او بيأكد الكلام بتاعي ده ايه? في بعض الاحيان في المواسم بتاعتنا اللي بيبقى فيه مواسم الاعياد. هتبص تلاقي ان دي بتبقى فيه عملية رواج في اه شراء الملابس. فبتلقى ان فيه الوان بتطلع عن موضة او اشكال بتطلع عن موضة. مسلا تلقى ممكن تلقى كل الناس لابسين مسلا لون اخضر. هو الموضة بتاع السنان. فبالتالي مصانع النسيج اللي بتنتج اللي مشها دي بتبقى ميالة للون ده عشان خاطر تقدر تبيع. ما هو ده الموضة. الموضة بتتحدد على نمرأة واحد بتتحدد الموضة عن طريق اه المجموعة معينة بتقول الموضتنا السنان دي تبقى كزا. فبالتالي فيه مجموعة كبيرة جدا من الناس بتبدأ تقلد الموضة دي. تقلد في الالوان. تقلد حتى في القصة بتاعت الملابس. فبالتالي ده اتجاه عامة. كل الناس رايحة السنان دي تلبس اللون الاخضر الفسفولي. فبالتالي مصانع النسيج في الجنب التاني بتحضر نفسها لاني عارفت ان فيه رواج فيه النوع ده من القماش. فبتبدأ تنتج الالوان دي. ممكن لو هي مش هتنتج الالوان دي هتنتج قماش عادي. فيبتالي مصانع التجهيز. هي اللي هتقوم بتجهيز القماش. باللون الفسفوري. بس على مصانع النسيج هي تنتج كميات القماشة المطلوبة. طيب. فيه بقى نوع تاني من العملاء او نوع تاني من الزبان زي ما احنا بنسميهم. بيحبوا يلبسوا القماش المنقوش. تقول له موضة. تقول له غير موضة. هو عارف هو بيلبس ايه. زي قماشي البدل. البدل ليها شكل معين. زي قماشي المفارش. معروف بيكون شكلها ايه والوردات اللي بيقع عليها ايه. واشكالها والوانها. واللي هي ممكن تستخدم ستار فيها الوان ايه. وهكذا بقى. هتلقى ان الفارش برضو له فيه مواسم بيبقى فيه رواج في الحركة الحركة البيع بتاعته. بالتالي لازم التصموات بتاعتك تبمشيها بشكل كويس. طب الوان النقش بتاع القماشي اللي هو بتاع الفارشي ده بتتحدل على اساس ايه? نعم مفوش موضة. ده قماشة بتتفرد على آآ كرسي بتتفرد على طرابيزة. فايه الموضة في كده? هي مش موضة هي بتبقى المكان اللي بيبقى بيعمل الديكورات بتمسلا يعني ممكن مصنع من مصنع النسيجة عندنا وده حصل فعلا نشوفت الكلام ده. ان هو مسؤول عن تغطية آآ فندق من الفنادق بنوعية معينة من المفارش. فبالتالي مصنع النسيج ده شغلته ان ينتج المفارش دي. لمين? لصالح الفندق ده. فبالتالي هو طول السنة اصلا بيعود ينتج له مفارش بالوان معينة. هو بيغير الدكور بتاعه بيقول للمصنع لا انا عايز اغير الالوان انا عايزها عشان انا دلوقتي غيرت لون الحجرات بتاعتي ولون الفرش. فاني محتاج احدس واجدد الالوان. كلام ده طبعا بيتم كل فترة. يعني في الحالة دي مهندس التصميم اللي قاعد على التصميمات بتاعتي لازم بيراعي كل الكلام ده. بتظهر فين الالوان بتاعتي والاشكال بتاعتي مش في المفارش بس في البطاطين. البطاطين اللي تلاقي عليها قطيفة دي هي في الاصل في الاصل فيش قطيفة. ده الشكل القطيفة اللي طلع او الوبرة اللي طلعت على سطح البطاطين دي. في الاساس ده عملية تمت على القماشة بعد نسجها. بس التصميم اللي اتعمل عليها بيتم تنفيذه بالطريقة اللي احنا هنشرحها مع بعض النهاردة. بس لما بتخلص البطانية بتكون شكلها عام زي الكليم على مكنة النسيج. بتخرج بتروح مصنع التجهيز وبيتم توبرها. بتمر على آآ سلندرات فيها زي الايبر كده زي ماكينت الكارد. بتبدأ تعمل عملية تنتيش للشعيرات اللي بتكون منها النسيج. فبتبدأ ترفع لك كمية الوبرة اللي انت بتشوفها على سطح القماشة. او البطانية عموما. لكن في الطبيعة هي ماكادش كده. اشكال طبعا تنفيذها كتير جدا. تعالى بقى نتكلم عن اللي نتكلم في النهاردة اللي هو مكينات الدوبي. او مكينات النسيج اللي فيها وحدة فتح نفس عبارة عن دوبي. الوحدات دي بتبقى ليها عدد معين من الاختلافات. وبالتالي التصميمات اللي بتشتغل عليها لازم تكون تصميمات في الغالب لازم مية في المية تكون هندسية. لان انا بتعامل مع درق بتعامل مع لقي ورباط دوس. فبالتالي الموضوع بيكون مختلف. اه فيه كارتونة واقدر غير التصميم. بس حتى لو التصميم بتاعي هممكن اعمله على شكل سلم. متدرج. يعني اما ميل اما بالطول اما بالعرض. فبالتالي انا عندي بلوكة بشتغلها في الاختلافات بتاعتي. البلوكة ده بيتحدد عدد الدرق جواه حسب الطريقة التحبيس اللي هيتم بيها التحبيس في النوع ده من الامشة. تعالوا نشوف الجزء المهم اللي عندنا وهو اه الجزء الخاص بنوع الورق. انواع الورق المربعات عندي. نعم الواحد بيقول لي ايه? عندي مجموعة ورق المربعات عندي بالشكل ده كده. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة